اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والهلال السعودي مستوانة قريب من الفرق الاوروبية وفرق امريكا الجنوبية بدليل ان النادي الاهل امبيرح الشوط التاني تفوق على بالميرس البرازيلي ايه النهاردة الهلال السعودي في الشوط التاني بيتفوق على تشيلس الانجليزي ولكن بيظل فيه فارق في حتة التشتيت الزهن او الهفوات او بعض الاخطاء امبيرح شفنا بعض الاخطاء الدفاعية في النادي الاهلي ادت الى ان فرقة بالميرس البرازيلي تكسبنا النهاردة في بعض الاخطاء خطأ واحد دفاعي ادى ان فرقة شيلسي تكسب الهلال السعودي اذا المستويات متقربة ولكن حتة الزهن او الاخطاء دي لو قللناها اعتقد ان احنا هنقرب ان شاء الله من الكرة الاوروبية وكرة اللاتينية باذن الله شوفت ازايل مباراة النهاردة عامل لا المباراة طبعا الهلال السعودي قدم مباراة كبيرة قد ادام بطل اوروبا خصوصا الشوت التاني الهلال نزل تقريبا ماذا هو اااااااااااااااااااا لقش الحوضت والهجمات كان هو الاقرب وكان في اكثر من فرصة ممكن للهلال السعودي انه هو في الشوت التاني يتعادل مع كلستي stakeholders يعني سوق التوفيق في انهاء الهجمة طبعا كلستي هو الشوت الاول كان متحكم بشكل أكبر ممكن تكون الرهبة شوية كانت عند الهلال طبعا طبيعي جدا وحتى الهدف زي ما أحمد قال هدف من خطأ يعني صعب جدا الكرة عرضية بتخبط في الشهراني بتنزل قدام لوكاكو يعني قدام الجون جوه الستيار دا زي ما بنقول كده وفحطها هدف بشكل سهل جدا الشوت الثاني الهلال تحرر تماما ولعب كرته الهجومية طبعا زي ما استعرضنا كده في الفيديو السبع جانب بتوع الهلال السعودي سبع أجانب بس منتكلم في قيمة السوقية حوالي 43 مليون يورو لو نضربناهم بالمصر نشوف الرقم ممكن يبقى عامل إزاي لعبة مميزة جدا تقريبا هو المدرب في المطشين بتوع الجزيرة أو تشيلسي استعام بخمسة منهم في التشكيل الأساسي المباراة الأولى جاب ست أهداف ودخل فيه هدف واحد المباراة الثانية دخل فيه هدف واحد فريق رغم أنه بيعاني شوية في الدوري السعودي كمركز رابع مسجل 36 هدف وعليه 20 هدف ولكن أسيويا هو عمل موسم قوي جدا وفي كاس العام الأندية حتى الآن هو عمل أداء قوي نتمنى إن شاء الله فريق النادي الأهلي يكون في حالته اللعيب يكونوا استعادوا عفيتهم خصوانا الدوليين وإن شاء الله نشوف مباراة كبيرة والنادي الأهلي هو اللي يكسر سابت برضو مهم جدا نعرف توماس دخل مش موجود بسبب إصابته بكورونا قبل هل ده هيفرق ولا مش هيفرق ولا تعتقد أنه يعني أنا بسمع أنه بيكلمهم كونفرنس يعني فيديو يكلموا في التليفون حتى أثناء المتش فيه لقطة في الديئة 25 النهاردة في المتش واضح أن فيه اتصال يعني بيكلموا بالتليفون المساعد بتاعها اسمه لوف من المجر فطبعا تشيلسي لأ يا كابتن إسلام ظهرت بصراحة برضو تشيلسي فرقة يعني قوية قوي عندها مزتها لسه موجودة فيها من السنة اللي فاتت هي أحسن فرقة في العالم بتعمل الكاونتر أتاج بتعمل التحولات عندها سرعة رهيبة في التحول من الدفاع للهجوم والدفاع بتاعها بصراحة منظم جدا جدا يمكن الشوت الأول دايما الفرقة اللي هي بتبقى الأكثر خبرة الأكثر المتوقعة الأكثر إن هي بتبقى تكسب الأكثر شخصية هي اللي مسيطرة برضو نفس اللي حصل مبيرح يعني النفس اللي هي كربونة من مباراة الأهل مبيرح تعال نشوف يا كابتن إسلام أول حاجة معنا حالات تشيلسي النهاردة هنتفرج على تشيلسي والتحولات الهجومية بتاعتهم وإزاي اسلوب اللعب المباشر هما دايما طبعا ما تفرجش على الماتش تشيلسي اللي لابس أصفر والهلال السعودي اللي لابس أزرق اللي في وسط الملعب ده الكرة مع كوفازيتش كوفازيتش اللي هو العيب الارتكاز اللي في تشيلسي طبعا جنبه النهاردة بدأ جورجينيو دايما بيلعبوا أسلوب لعبه مباشر عن طريق الدبابة لوكاكو دايما على طول يعملوا له التمريرة الطولية في ظهر المدافعين على طول ما بيفكروش وحتى لو خدنا بالنا هنا في نقطة مهمة في الصورة دي نبص على أس بيلي كويتا اهو اللي هو الباكرايت ونبص على ماركوس ألونسو الباكليفت الاثنين بدأوا يتقدموا مجرد أن الكرة بس في بناء الهجمة على طول 3-3-4-2-1 دي طريقة لعبهم بتتحول على طول أن الظاهرين بيتقدموا بيبقى فيه زيادة عددية رهيبة جدا جدا جوة المنطقة أكتر ميزة مهمة جدا 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 في تشيلسي وهي اللعب المباشر والتحولات الكرة هنا بتتلعب في المساحة ما بين الاثنين المساكين بتوع الهلال السعودي ليه لوكاكو نجيب برضو الحالة اللي بعدها نفس الشكل ده نفس الشكل دي بقى لعبة الهدف كابتن إسلام برضو نفس الشكل بدأ من عند مين؟ من عند كوفازيتش اللي هو فين؟ اللي هو في وسط الملعب برضو نبص على الناحية التانية أس بلي كويتا هو بدأ يتقدم وماركوس ألونسو برضو بدأ يتقدم هنا كوفازيتش برضو سلوب اللعب المباشر بيعمل التمريرة الطولية برضو على طول لمين؟ لهافارتس اللي هو إيه؟ اللي هو الجناح الشمال بتاعت شيلسي هات الصورة اللي بعدها على طول هنبص نلاقي هفارتس هنبص بقى كابتن إسلام الرقابة والأخطاء سهوة واحدة قدامت شيلسي تكلفك هدف بص لوكاكو واي فاضي وكمان أس بلي كويتا اللي هو دوت نعمل المارك عليه برضو اللي عليه المارك اللي أيض هذا أس بلي كويتا اللي عليه المارك اللي الأصفر لوكاكو العلامة الصفرية يعني لوكاكو العلامة البيضة لا هي أس بلي كويتا بص هو بيعمل العرضية بص كم واحد فاضي وبرضو فيه حكيم س gran as لو عملها باج باس هتبقى جون هتبقى جون هي تعملت يمكن هم عملهاش باج باس هو عملها عرضية للباك ليفت اللي هشري لكاكو الباك ليفت بظاها للوكاكو بالخطأ نعم نرجعها بس ثواني. هنا طبعاً الهشري الشهراني ببضاها ليه لوكاكو. يرجع بس بسرعة اللي قبلها مهمة جداً. ادي هنا لوكاكو فاضي وادي حكيم زياش وادي اس بليكوتا. طبعاً ما ينفعش مع تشيلسي يبقى انت بتدافع اه لكن ما ينفعش يبقى الشكل ده يعني ما ينفعش ان انت الركابة تبقى عاملة كده. فخطأ واحد نفس الخطأ برضو بتاعنا مبارح في برضو سهينة في بعض الاخطاء في المباراة امس في الاخطاء الدفاعية كلفتنا هدف قدام الفرقة الكبيرة اللي هي بتبقى اعلى منك قيمة تسويه اعلى منك شخصية او اعلى منك تكتكياً او قدرات طبعاً بتبقى لازم انت بنفعش تغلط قدامها سواء تشيلسي سواء بالمراس البرازيلي تعال انبص برضو على الحالة اللي بعدها ده نفس الشكل برضو في الشوط التاني هنا مين هنا اللي معاك كورة اللي وقف وراء كوفا زيتش نفس الشكل برضو مين اللي قدام لكاكو برضو بتتلعب له ايه تمريرة طولية في المساحة في ظهر المدافعين ده اسلوب لعبة شيلسي اسلوب اللعب المباشر لوكاكو بيفضل يتحرك ودي الظاهرين برضو متقدمين ودي اسلوب ايه ادي التمريرة الطولية للكاكو نفس الشكل اهو ادي لوكاكو بتتلعب له التمريرة الطولية برضو في نفس الشكل في المساحة الخالية اللي وراء المدافعين وهذه المساحة الخالية على طول اللوكاكو يتحرك فيه فطبعا هنا نوع من الرزق الشوط الثاني خدوا الهلال السعودي ان هما الشوط الأول كانوا بدئين بدفع منطقة وبيعتمدوا على الهجمة المرتدة ب4-2-3-1 بتحول 4-1-4-1 ولكن الشوط الثاني بدأوا يعملوا ضغط علي شوية فبدأت تظهر المساحات للوكاكو ده أول فيديو معنا اللي هو الشكل بتاعة تشيلسي أخطر حاجة في تشيلسي اللي هي التحولات الهجومية بتاعتهم وانا اعتقد ان دي برضو ممكن تخليهم أقرب يعني انا بشوف ان تشيلسي هيبقى فرصته أقرب شوية في الحصول على كاس العلم للأندي يعني فرقة قوية جدا ومعها دكت بودلاء برضو قوية جدا تعال نشوف تاني حاجة كابتن إسلام وهي الظاهرين متعة تشيلسي في تقدم الظاهرين داخل منطقة الجزاء ايو اسبل كويتا وماركوس ألونسو بيلعبوا كأجنحة طبعا الأجنحة بتخش الجوة بتضم والاتنين عاملين الأوفرلاب بس مش الأوفرلاب اللي هو اللي احنا بنشوفه العادي لا ده اللي اتنين بيكملوا جوة المنطقة الجزاء يعني الاربي اللي هو اسبل كويتا جوة منطقة الجزاء ودي ماركوس ألونسو ده دالباك ليفت ودالباك رايت والأجنحة هي اللي ورا يعني بصوا يا جماعة الأجنحة حكيم زياش ورا وهافرتس ورا فمن اللي جوة منطقة الجزاء اسبل كويتا وآلونسو طريبا احنا لدي الأهلي بيلعب مفروض ان هو بيلعب بالشكل بتاع 3-4-3 فدي حاجة ممكن نتعلم منها عموما ولعبتنا لما يتفرجوا على حاجة زي كده يشوفوا ازاي التحركات بتاعة الأزهار ازاي النهاردة محمد هاني وعلي معلول يبقوا دايما متوجدين كده عشان يدونا دايما الزيادة طبعا دي حاجة مهمة جدا انت النهاردة الزيادة الهجومية بالنسبة لي الأزهارة نقطة مهمة جدا ما انا مشوفتهاش بصراحة فرقة في العالم حاليا غير تشيلسي هي اللي بتطبقها دايما ان الزاهرين دايما طيرين عشان عندهم واحد حميهم ورا وبتكبر لعيب زي موسى مريجا اللي هو راجل مفروض انه مهاجم او زهير كمان بيلعب وسط مهاجم اللي هو يرجع عشان يغطي ويعمل التغطية الدفاعية ولذلك المدرب مغيروش يعني المدرب بتاع الهلال السعودي مغيروش لانه عارف انه هو كمان عنده قدرات دفاعية وكهوها بدنية كبيرة رغم انه هو في الاصل مهاجم لكن بيرجع لحد هنا عشان خطر يغطي لكنه تم توظيفه كجئ وينج كمل لو عايز تكلم على الهلال شوية هنتكلم طبعا لو تكلمنا بقى الهلالة كابتن اسلام وكابتن كريم بما اننا مباراة القادمة مع النادي الاهلي طبعا الشرط الاول الهلال كان بيحاول لانه يلعب الهجمات المرتدة يمكن هي الكرة دي زي ما بنقول كده دي تقريبا الكرة الابرز ليهم في الشرط الاول سالم الدوسر لما بتتوجد له المساحة انطلق هنا مفروض الهجمة دي هو ضم كسر شوية وراح شايت الكرة بشكل مباشر وهو من اللعيبة المميزة جدا في التزديد من خارج منطقة الجزاء واعتقد لازم يكون لعب النادي الاهلي مركزين جدا في حتة ازاي يضغطوا على لعب الهلال لان هم عندهم لعيبة عندهم مهارات التزديد زي سالم الدوسري وكمان بيريرا بيشوت برجله لشمال كور يعني خطيرة جدا فان شاء الله يعني هذا الشكل ده ما نشوفوهش في مبارات النادي الاهلي لانه سالم الدوسري مميز جدا جدا في الامر ده الهجمة التانية بقى في الشوت التاني احنا بنتكلم ان الهلال كان هو سالم الدوسري افضل لعب في اسيا بالزبط لا لا لعب مميز جدا وفي التزديدات رهيب يعني الشوت التاني زي ما نشوف ان الهلال كان ابرز في الناحية الهجومية هنا اللعيب بيريرا البرازيلي ده لعيب محوري جدا في طريقتهم ده لما بيبقى موجود في الناحية الشمال مع الشهراني وبيميل عليه سالم الدوسري دي بتبقى الجابها النارية وتقريبا هم اغلب هجماتهم بتبقى الناحية دي لما يحبوا ينقلوا عن ناحية اليمين لازم هتلاقيه هو بيريرا راح برضو ناحية اليمين مع البريك بينطلق وبيقرب له مريجا بحيس يعملوا الشكل الهجومي بتاعهم وهنا بص فيه تلاتة اربع لعيبة من تشيلسي سايبينه خالص وهو برحته هو بص استلم الكرة لعبها لمريجا بالشكل ده لعبة تمريرة بينية ما بين الدفاعات مريجا راح انفراد ولكن حارس تشيلسي التعامل مع الكرة يعني زي ما احنا شاكدين هو وراء الدفاع هو راح انفراد ولكن حارس تشيلسي هو اللي قدر ان هو يتصدى للكرة ووضعت فرصة هدف على نادي الهلال هنا برضو دي من الهجمات كانت المميزة جدا لفريق الهلال السعودي مريجا انطلق من ناحية اليمين هنا اللاعب رقم 9 يجاله قدر ان هو يغرب من المدافعين سقط نفسه كده لورا خطوطين ولعب الكرة بشكل وبشر ولكن سوق برضو التوفيق ان هي خبطت في مدافعة تشيلسي ولكن الكرة التانية عشان برضو ان لعبت النادي الاهلي ان شاء الله يبقى الحاجات دي هما مركزين فيها الكرة التانية اللعيب لما الكرة اتردت من المدافع الراح عليها وجابها ولعبها تمريرة للمنطلق من الخلف محمد كنو وده برضو من اللعيبة الديفندرات الهيلين جدا في الهلال السعودي وبيشوت بشكل مميز جدا لعبها له وشاطها وحارس تشيلسي طلحها راكلة روكناية وكانت فرصة عظيمة جدا لنادي الهلال الفريق هجوميا قوي جدا كابتن اسلام لكن عندهم بعض الهفاوات الدفاعية لان هما لما بيلعبوا تحت ضغط او لما تقدر تعمل الهجمات من خلف الشهراني ومن خلف البريك لان هما بيتقدموا كتير ولكن خطورتهم دايما زي ما نقول لو سبت لهم الكرة بيريرا جوستافو في النص سالم الدوسري ماريجا بيبقوا لعيبة صراع جدا في التحولات ومتشون مع الجزيرة الصراحة الاهداف كلها كانت متنوعة ما بين كور متحركة ما بين راكلة روكنية ضرب الجزاء تسديد كل حاجة يعني كل حاجة في اللعب اللي هو اللي احنا بنقول عليه الشامل ولكن عندهم اخطاء دفعية ان شاء الله نقدر نستغلها الفرق ما بين تشيلسي في الشوت الاول وتشيلسي في الشوت التاني معنا صورة ومعنا اركام على شوف حدك الفيديو ده ده الضغط العالي بتاعت تشيلسي في الشوت الاول تشيلسي بيضغط على طول بالاربع العيبة بيلعب دفاع هايلاين دفاع متقدم وتلاقي كيبة بيغطي ورا الدفاع دايما عشان ياخد الكور المرتدة اللي راحة ليجاله من الهلال السعودي فده شكل الضغط العالي اللي كان بيعمله تشيلسي تشيلسي مميز بالضغط العالي مميز بنهو بيعمل دفاع عالي مع مصحوب بالضغط العالي وفي نفس الوقت ما اعتمد على الكاونتر أتاكو التحولات الهجومية من خلال سرعة التحول من الدفاع للهجوم من خلال الاعتماد على اسلوب اللعب المباشر للكاكو فده اسلوب الشوت الاول تعال نشوف الشوت التاني ونجاح الهلال السعودي اللي استحقوا التحية صراحة في الشوت التاني على أداءهم بص المنظر ده تشيلسي يا جماعة في وسط ملعبه كله قادي الواحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر عشر لعيبة وجون يبقى 11 لعيب في منطقتهم قدام الهلال السعودي تشيلسي بواقف دفاع منطقة في 17 متر قدام الهلال السعودي في الشوت التاني وده اللي نجح فيه فرقة الهلال دليل دليل انها فرقة عندها شخصية زي النادي الاهل مبيرح لما تقدر ان انت تحاول عايز ترجع وعندك الشخصية وقدام فرقة كبيرة وزناها في وسط ملعبه ده دليل على ان انت فرقة عندك شخصية وفرقة كبيرة طب ندل على ايه بالاركام نفس المقارنة اللي عملناها مبيرح للنادي الاهلي هنعملها دلوقتي للهلال السعودي الفرق ما بين الشوت الاول والشوت التاني نستعرض المقارنة الرقمية هنبص نلاقي برضو الاستحواز برضو بتاع الهلال كان اقل في الشوت الاول قلال جدا تشيلسي كان مستحوز على المباراة الاستحواز بتاع بص الهلال قادي الاركام قدامنا على الشاشة الاستحواز 38% بس للهلال الشوت التاني هم استحوز اكتر من تشيلسي 55% عدد التمريرات في الشوت الاول ليهو 168 في الشوت التاني 253 اللونج باس 24 29 يعتبر واحد المحاولات على المرمى الدعف اربعة في الشوت الاول الهلال تمانية على فكرة احنا عملنا اكتر منهم قدام بالمراس احنا عملنا اتنين واثناشر طبعا مع مراعاة انهم بيلعبوا تشيلسي برضو المحاولات الصحيحة واحد اتنين العرضيات اربعة خمسة الالتحامات الصناية واحد وعشرين في الشوت الاول والشوت التاني تلاتين فده دليل على تفوق الهلال السعودي في الشوت التاني على نادي تشيلسي تمام اذا مقارنة ما بين ارقام الهلال في الشوتين امام تشيلسي اعتقد ان فرق كبير جدا ما بين الشوت الاول والشوت التاني طبعا طبعا يعني الشوت التاني اعتقد ان هو هيكون او بيخلينا نعرف ان احنا عندنا مباراة صعبة جدا جدا ان شاء الله يوم السبت القادم سواء للنادي الاهلي او حتى لنادي الهلال موضوع لك والتصرحان فيه بقى والاسدزة يعني بيحللوا وبيقولوا لنا الارقام والاحصائيات نتيجة الكلام اللي احنا اسمعناه دلوقتي من الزمنة ونتيجة متابعتهم ومتابعة حضرتك ليه اللقائي الهلال السعودي اللي فاته سواء مع تشيلسي او مع الجزيرة طبعا ماتش الجزيرة الاماراتي لاعتبارات كتير ما ينفعش ناخده كامل قياس وان كان برضو الامر لا يخلو من ان احنا شفنا توليفة من الاجوال يعني على مزاجة على مزاجة والفريق اللي يقدر يصد لهذه الدرجة مع تشيلسي ويخليه بالكاد يفوز عليه بهدف يتيم وبصعوبة شديدة يبا احنا طبعا بنتكلم على خير ممثل لكرة القدم الاسيوية اللي هو الهلال احنا بالتالي في لقائنا معاه بقى في رأيك انت شخصيا ايه التشكيل الامثل وايه طريقة اللعب الامثل اللي نقدر من اول لحظة مش هقولك نحسم الامور اللي صالحنا بس مبدئيا كده نحجم مواطن الخطر اللي عنده فريق الهلال عايزني اقول التشكيلة على الاهل يعني اتبطى ياشر حاجة كده عمدائي انا ما عرفوش لا يعني طبعا تشكيلة هذا الاهل اعتقد ان هو هيكون رجوع محمد عبد المنام هيكون حتمي الحقيقة لان محمد الحقيقة قدى بطولة رائعة جدا فيه مع المنتخب الوطني وبالتالي اعتقد ان هو حاجز لنفسه مكان الفترة القادمة في النادي الاهلي في الهدواشر اللي هيلعبه ممكن يبقى جانبه ياسر ممكن يبقى رامي واحد من الاتنين هيكون معاه هل سيعود بيتسو موسيماني لطريق التلاتة هل سيظل بيتسو موسيماني على طريق التلاتة اربعة تلاتة ولا هيرجع اربعة 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 اتنين ثلاثة واحد بحقيقة انا معرفش في حالة منافس زي الهلال انهي الانسب والاكثر منطقية انت عندك فريق برضو لعبته كلها مهارية كل واحد في مركزه عندهم سرعة ارتداد من الهجوم للدفاع والعكس برضو اعتقد ان وجود حمدي فتح يقفل الموضوع ده يا حفا انا اعتقد ان التشكيل الافضل للنادي الاهلي زي ما حدك قلت يعني لو نستعرض التشكيل الافضل من وجهة نظر يعني تشكيل الافضل للنادي الاهلي في مباراة الهلال السعودي في حراسة المرمة طبعا علي لطفي علي لطفي هو الاكثر خبرة من مصطفى شبير بالتأكيد في موضوع زي ده لازم ادفع بالحارس الاكثر خبرة اي ممكن 3-4-3 وممكن 4-3-2-1 هي بتختلف على حسب ادوار حمدي فتحي حمدي فتحي هو اللي بيحول طريقة اللعب من 3-4-3 لما بيزيد بيحولها ليه 4-3-2-1 بالزيادة كارتكاز دفاعي فطبعا حمدي فتحي لا غنى عنه في المكان دوت لان هو اللي بيقفلك العمق وهو اللي حيقوم بدور ان هو ياخد ايجاله ده مهمة جدا ان حمدي فتحي هو اللي هياخد ويقفلك حتة العمق نحية اليمين ياسر ابراهيم ياسر ابراهيم في الحتة دي او رامي ربيع بيستي ياسر يعني في حتة اليمين برضو بيبقى مميز فيها قوي رامي ربيع هيبقى ليه دور مهم خاصة في يعني كباديل سواء بقى انت عندك حمدي فتحي عندك السلاء عندك ديانج عندك ياسر فلازم يبقى ليه دور مهم جدا لان رامي برضو لعيب عنده شخصية نعم نجي ليه نحية الشمال بالتأكيد محمد عبد المنعم زي ما حداك قلت عودته مهمة جدا جدا وحيبقى ثلاثة وراء الحمدي فتحي ياسر ابراهيم على يمينه او رامي ربيع ومحمد عبد المنعم نحية الشمال اعتقد انها تديك ان شاء الله يعني صلابة دفاعية قدام الهلال السعودي نحية اليمين لخلاف على محمد هاني ونحية الشمال علي معلول لاثنين الارتكاز أليو ديانج وعمر السلية ده كده ثلاثة واربعة طيب نجي بقى للتحولات احنا مشكلتنا في المباراة الاخيرة كانت في التحولات الهجومية كانت في الاجنحة طيب انا اعالج الموضوع ده ازاي ان انا اودي طاهر محمد طاهر نحية اليمين ك من وجهة نظري ك جناح يمين عنده حطة السرعات عنده القدرات الدفاعية يقدر ينقل الفريق بسرعة من الحالة الدفاعية للحالة الهجومية ويقدر برضو يقفل الجبهة ويرجع ويساند محمد هاني مع وجود ياسر ابراهيم عشان يقفله الجبهة الخطيرة بتاعة سالم الدسر يحصل لها في اسيا نيجي لي الجبهة اليسر ولا خلاف برضو على احمد عبدالقادر واحمد عبدالقادر هو اللي هنا هيخش دايما للعمق عشان يستغل نقاط الضعف الموجودة في دفاع الهلال السعودي بالذات المدافع الكوري البطيء الموجود عندهم يقدر ان هو يستغل لها على الاطراف ويسحب معاه دفاع الهلال السعودي ويفضل مساحات سواء ليه طاهر محمد طاهر او لحمد عبدالقادر دي من وجهة نظري افضل طريقة رامي ربيعة انا شايف ان الماتش ده ممكن يطول ممكن يوصل لركلات اشوات اضافية التالت والرابع مفروش اشوات اضافية فرامي ربيعة برضو هيبقى ليه ادوار مهمة ان انت تقدر تستخدمه كباديل انت عندك السلية عندك ديانج عندك حمد فتحي يعني السلية وحمد فتحي مجهدين فممكن مثلا يبقى كباديل يخش تقدر تستخدم ربيعة في حتة الارتكاز الدفاع دي برضو تدك تقدر تستخدمه مكان حمد فتحي فاعتقد ان دي التشكيلة الافضل من وجهة نظري ايبا انا مش اختلف كتير طبعا عن نحمد ثابت هي الفكرة كلها في كيفية الضغط على لعبة الهلال هي التشكيلة دي هي تقريبا تشكيلة الامثل عودة نحمة ابن نعم مهمة جدا الاهم زي ما قلنا ان حالة عمر السلية تكون مياه في الماء يكون رجع لحالته الطبعية لان هو الوحيد اللي يقدر حاليا مع ديانج ان هم ينقلوا الحتة الهجمية لان خاصة فيش افشة افشة مش موجود فعمر السلية هو اللي يقدر يحرك التلاتة اللي قدام بالشكل اللي يخلينا نستغل السرعات لان زي ما قلنا الجبهة اليسرى عند الهلال السعودي الشهراني لما بيميل عليه بيريرا في وجود سالم الدوسري جابها خطيرة فالنهاردة هل طهر محمد طهر لازم يبقى دايما هو ليه دور زي ما احمد قال كده ان هو في الحتة دي وعنده سرعات فالارتداد بتاعنا لازم ما يبقاش لابنفقد الكرة بسرعة في المرتدات ولا ان احنا نبقى بطوء لان هما لو استرجعوا الكرة التانية هيبقى دايما عامل لك ضغط الحاجة التانية ان لازم اربعة اتنين تلاتة واحد بالشكل بتاع الهلال السعودي ان لازم عبد المنعم او رامي او ياسر التلاتة اللي موجودين معامل حمدي فتح زي ما حضرتك قلت الضغط على طول على لعبة الهلال ما تديهمش الفرصة بتاعت التصويب لعبة يعني فكرة التصويب عندهم رهيبة جدا سواء بيريرا الدوسري ماريجا ايجالوا بيلعبوها بشكل رهيب كنه كمان لما بيبقى جاي من خلف كده كلاعب وسط ارتكاز غير ان زي ما شفنا كده الكورة بتاعة بيريرا لما استلم براحته خالص ماريجا سريع جدا يقدر ان هو في لحظة يضرب الخط الدفاع فالخطأ اللي وقعنا فيه في ماتش بالمراس نحاول نحن نتفداء في مبارات الهلال عشان نقدر بقى في التحاولات الهجومية الاهلي يقدر ان هو يسجل وان شاء الله تبقى مداليا برونزية جديدة في استجلات النادي الاهلي بيارب كل التوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي في هذه المباراة مباراة صعبة مباراة مهمة ولكن في النهاية هننتظر ونرى ايه اللي حيحصل يوم السبت القادم والتشكيل اللي حيلعب بيتسو موسماني وكلام كتير جدا هنقولوا لسه عندنا الخميس والجمعة نقدر نتكلم فيهم اكتر واكتر واكتر أشكرك شكرا جزيلا مع مهدي بن عبيد برضو هنتكلم عن مباراة او فرص مباراة الاهلي مع الهلال ومباراة الاهلي وتشيلسي وبعد كده فاصل وبعد هذا الفاصل هنرجع نستقبل احد نجوم النادي الاهلي نجم الكبير الكابتن رامي عادل في حوار فني جدا ولكن بعد ما نشوف هذا التقرير فاصل وبعد الفاصل كابتن رامي عادل دلوقتي طبعا الأستاذ مهدي بن عبيد التونسي المحلل والمدرب أستاذ مهدي تقييمك للمباراة النهاردة الاول ما بين الهلال وتشيلسي وكيف ترى المباراة الاهلي والهلال المدرب فعلا المباراة مباراة الاهلي وتشيلسي مباراة أوفت بوعودها وغير أنك تشاهد مباراة بالدور الانجليزي على الأراضي الإماراتية مباراة قوية جدا من الجوانب البدنية التاكتيكية الفريق الانجليزي تقريبا بكل نجوم اللي نعرفوها معد غياب المدرب الهلال قدم نفسه كأحسن ما يكون قدم مباراة بطولية كان قريب من التعادل في وقت من الأوقات تلك هي أحكام الكرة مبروك للهلال هذا الأداء مباراة لا يمكن نسيانها بسهولة مباراة تؤكد حجم شعبية هذا النادي العريق على مستوى العاسوي الأهلي والهلال تشاهد المطشد مباراة بفتوحة لكل احتمالات مباراة الأشقاء الأهلي المصري نادي القرن في أفريقيا غني عن التعريف أتمنى أنه يمشي لبعيد مثل الهلال نصف المباراة النهائية تلك حكام الكرة عانى كثير من الإصابات نغييب بعض العناصر مؤثرة ليس نهاية العالم مباراة على المركز الثالث مهمة للفريقين تحسب الفريقين المباراة برونزية مفتوحة لكل احتمالات مرة ثانية في اعتقادي لو كان الأهلي مكتمل الصفوف ربما يكون هو أفضل في هذه المباراة لكن قياس بما قدموا الهلال مكتمل الصفوف في اعتقادي الهلال هو أقرب الفوز وأن كان نتمنى نحن ونهني الفريق اللي فائز في هذه المباراة فريق عربي شرفنا فريق عربي نتمنى حضوره دائما يكون متواجد أرقام الآدي الأهلي تتحدث عن نفسها سنوات الأخيرة لم تأتي من فراغ نادي يعني تقريبا تعود على مثل هذه اللقاءات على مثل هذا الحضور على ماذا تبثيل المشرف العربي الأفريقي تحياتي لإدارة النادي تحياتي لرئيس النادي لجمهور النادي لأهلي المصري العريق